بالنسبة للنتيجة النهاردة لما تخرج النتيجة إن شاء الله متوقع هنلاقي إن بعض الطلبة مش راضين عنها حاسس إنه لأ أنا اللي متحدة عملت فيه كويس أنا عايز أقدم تظلم والوزارة الحقيقة أعلنت عن شروط وآليات التقدم للتظلمات لطلبة الثانوية العامة ومرحلة التقدم بالتظلم دي هتبقى بعد 15 يوم من اليوم التالي لإعلان النتيجة يعني لو النتيجة أعلنت يوم 2 أغسطس فتبدأ أنت من 3 أغسطس تحسب 15 يوم عشان تتظلم طيب اللي هتظلم النهاردة على النتيجة إيه الإجراءات اللي عايز يتقدم بالتظلم هيبدأ بعد 15 يوم من اليوم التالي للنتيجة يتقدم بهذا التظلم ومقابل التظلم لكل مادة هيحصها هيتم تحصيل رسوم 300 جنيه أنت النهاردة في مادة شاكك في أن أنت النتيجة مش هي المفروض أنت تحصل عليها أو النتيجة المفروض تحصلي عليها فهتقدمه طلب للتظلم في هذه المادة وهتدفعه 300 جنيه كتير؟ بصراحة رقم مش قليل افرد في حد يتظلم في مادة أو مادتين أو ثلاثة أو أربعة فبيبقى رقم ولكن هتقدر تسترد هذا الرقم في حالة واحدة فقط بعدما تتقدم بالتظلم أو تتقدمي بالتظلم ويحصل إن فعلا ليكم حق ما خدتهوش ساعتها سيرد المبلغ اللي تقدم بهذا التظلم طب لو قدمت على تظلم وطلعت النتيجة الصحيحة ما لكش حق مش هتاخده 300 جنيه ده اللي قالته الوزارة فبالتالي أي حد عايز يقدم على تظلم لازم يبقى يعني بيفكر كويس جدا هل هو أو هي وفقين من إنه النتيجة دي مش مظبوطة ممكن يكون حصل فيها خطأ عشان اللي هيقدم بقى في مادة أو اتنين أو تلاتة يعمل حسابه في ده وصدق التظلم وإن ليه حق هحصل على الفلوس مرة تانية طب لو قدمت في ثلاث مواد ومادة واحدة بس اللي ليك حق فيها مش هتاخد فلوس المادتين التانية إلى جانب ده كمان أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة دور التانية وقالت إنها هتبدأ من 20 أغسطس وتنتهي في 30 أغسطس من نفس الشهر جدول امتحانات الدور التاني موجود قدام حضراتكم على الشاشة على مدار أيام 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 هيبقى جمعة أجازة بعد كده 27 و 28 و 29 وصولا إلى يوم 30 أغسطس وده الجدول موجود قدام حضراتكم على الشاشة موجود قدام حضراتكم على الشاشة موجود قدام حضراتكم على الشاشة